قولي بدأت في كصص الحب والرومانسية والكلام ده أنه أنت عندك كم سنة؟ أنا ابتدائي، قولي ابتدائي، كنت في سنة ده كم بابا وماما كده كانوا بيتعاملوا مع الموضوع ازاي؟ بصي هو أنا تعرفت على بنت في سنة أولى كنت يعني عبرتلها يعني أن أنا بحبها فقولي إيه؟ قولي ابتدائي أنت بدأ بادري أول ما هي، يعني الله الواحد ما بيفهمش أصلاً بس إيه مشاعر بتيجي كده وأن أطفال بقى مش فهمين حاجة فابنتعامل حال فأنا كتبت لها زي أي طفل كتبت لها أن أنا يعني جوابك كتبت لها جواب أه، كتبت لها بحبك وكتب كتب لها كتب لها كتب لك عروسة لعبة لما حوش دوها بأطفال يعني بس وبعد ما بدت لها الجواب يعني ولقيتها مداقتش يعني بصتلي كده وضحكت وبعدها بابتدائنا نتكلم بس بعد فترة والدتي لحظت يعني لما سألتني قلت لها أنا قلت لها أن أنا كم في بنت صاحبتي يعني في المدرسة بس وبحبها وعادي سكتت ما أخذتش الموضوع بدي حتى حتى؟ ولا أي حالة، هي سكتت بعد كده بقى قالت لوالدي فمن هنا بقى كان الموضوع والدي طبعا وكانش تقبل الفكرة تماما نهائيا وقال لي أنتو أنت رايح المدرسة ببوز أنت رايح المدرسة تتعلم ولا تتمسخر وكان كلامي يعني كده طبعا انت حرمت بقى من المصروف السؤولة بتدقي دي ست سنين ما هو أنا يعرف يعني موضوع يتاخد بدحك بالزبط بقى بس اوه لا أوا كان شاف أن دي حاجة يعني ده أنت كده قلة أدبه وما ينفعش تمكة بالمفروض دي زي أختك زملتك في المدرسة نفعش يبقى فيه بين كل حاجات دي حرمك بقى من المصروف وقال لي في البيت لم أقل لي شيئا غير أن أنا كنت يدوبك بصحة من النوم ذاكر أكل أنام بس وهو كان بيخليها ذاكر كبار يعني في البيت بس لحد ما جيت في يوم قلتها اتصل يعني حاولة من وراهم كده اتصل عليها في البيت ورعت أكلم رعت عشان أكلمها في التليفون وطبعا بقى ايه كان خارج برا في الصلاة يعني فخد باله بقى فرح طبعا أين تتكلم مين؟ وقلت له أنا ما أكلمش حد فرح جاي بص بقى في التليفون كده لقى رقم فقال لي رقم مين ده؟ فقلت له رقمها رح جاي يمسك طبعا التليفون وتعصب فمن العصبية رح كسره بقى في الأرض وان طبعا بقى ايه؟ تخضيت يعني يعني عاد تعيط لهو فيه ايه؟ رأيت فبعد كده مرة واحدة رح ايه؟ قال لي أن بكرا رح معك المدرسة ترمي خش جوه وما تطلعش برا قطعا فاخدني طبعا من إيدي وراحنا جوه المدرسة فين المدير؟ قال له جوه في المكتب دخلنا المدير قال له يا أستاذ اللي بيحصل عندك في المدرسة ده ما ينفعش تمام؟ أنا ابني أهو والمفروض جايب هنا عشان يتعلم ومدرسين واضح أنهم سايبين الدنيا بزرامية وانت كده بشايف شغلك فقال له أنا عايز أعرف البنت أيه قال له أنا عايز أعرف مين البنت دي فطبعا إيه يا بوي أخد المدير واخدني وطلعنا الفصل فقام ندح على الاسم عشان يتأكد فهي طبعا إيه؟ هترفع قديم من هنا بقى رح قال دي اللي تأدب وصفالة ما ينفعش إن ده حاجة تحصل انتو مش محترمين مش جايين هنا يعني نعمل الكلام ده انتو صغارين ما ينفعش الكلام ده بما بينكم كلكو أخوات وزمايل وحاجة زي كده ما ينفعش تحصل قدام صحابكو التامين؟ قدام صحابي أساساً فاللوه كان الموضوع خلاني كشخصية في المدرسة برضو قليت خلص ما بقاش حتى زمايلي بيبصوا لنفس البصة قدام بك فضل الموضوع ده لحد ما كبرت علاقاتك بصحابك تيه مشاكل بسببك؟ عدت فترة بسبب الحربة فترة فترة كبيرة وكان جالي بقى زي عدتك ده مفيش مش عارف خلص أتعامل مع اي حد لا المبنات بتحديد يعني بتكلم مش حتى لو في انطاق المعاملة اللي هي الطبعية ما تلاقيني ما بعرفش أتكلم خلص ولا بعرف أتجاوب خصوصا لو في حتى ابنت حتى جاءتكلمتني مثلا أنا بتلاقيني قفلت الكلام ومشيت حتى لما كبرت شوية بابا بقى بيبص الموضوع بنفس المؤلمات هو هو شايف ان دي حاجة ما ينفعش يعني هو شايف ان دي حاجة انت كده اللي تقدم انت مفروض لو في بنتة ولا حاجة مفروض اللي هو ايه بخش البيب من بابه ويعني هو كلام تقليدي صح وكل ايه بس ما بتمشيش كده يعني برضو مش ايستعرفها الاول ايوة بالزبط بس انت كده خليتني انا ما بتكلمش خالص محد ما عنديش أصلا الجرء ان انا نتكلم محد ما عنديش الثقة اللي في نفسي انا خلاص انا بقيت شايف في نفسي قدام نفسي انا مهزوس ما رومتش بابا لما تبرت شوية انا حد الوقت يعني انا بعتبر ان انا دلوقتي العلاقة مبينة ومبينة سطحية جدا لأب وابنه مبينة وابنة خلاص انت مرة واحدة خلاص بتفقد الساقة بحكي بدأت تتفكر في القصص الحب والحاجات دي من انت عدت كم ساعة في اول اعداد دي وكان برضو في المدرسة فكل يوم بنشوف بعض بنذاكر سوا فالاللقاء بعد زيادة مع الوقت مين اول حد يعرف بابا ولا ماما وعملوا ايه هو بابا اللي عرف بدأ بقى يسأل واللي عرفت بعض انت وليه ومش عارف ايه وغلط ومش غلط ما كانتش بتخبر الموضوع اوي فانا ما كنتش موافق على الموضوع ده كانت في دماغي حاجة واحدة بس وكنت عينة دي شوية هو بقى بدأ اللي هو الموضوع يبدأ باخناء مش كان في الاول نقاش عادي بقى خناء فتخناء انا شوية قلت له خلاص انا اسيب له كل بيت كان تهديد بصراحة ما كانش حاجة اللي كنت اعملها بس هو برضو غاية ما كبرش دماغه بس طريد بقى لان اعمل كده اللي هو خلاص انا ثبت على موقفي فانزلت وشعف اروح فيد كلمت جدتي وروحت لها كانت ام امي فبس قعدت اسبوع عند جدتي لحد ان هو بقى ماما بدأت تزن عليه وابنك و لزبط قلب الام فهو تطر يكلمني قال لي انا متفاهم انت في فترة مراهكة وطبيعي كلها مريمة بالحاجات بس انت لسه سنك صغير قال لي خلاص ارجع البيت وانا حاولت تفهم الموضوع معك ومش اضغط عليك فرجعت البيت وبدأ يتعامل معي بقى ان هو صاحبي شوية غير طريقته بقى بابا معي بالزبط ان هو بدأ يفهم اللي انا لسه بقى بكبر والفتر دي محتاج لان هو يصحبنا اكتر ما هو يكون دور الاب الصعب فبس من ساعتها بقى احنا بحكي له على الحاجات بقى دي وهو بينصحني يقول لي تعمل ايه ومتعملش ايه بس برضو في نفس الوقت بتخنع معي بس معنى برضو ان انت متصحب على بابا وبتحكي له هو اكيد بيتخنق برضو عشان انت تبقى ملاش بدماجك في حاجات مش روحب انا بطابع هنا دي شوية بس بحاول يعني هو لما بكلم بابا بحاول تكلام معا ان هو صاحبي قوي هو في نفس الوقت ببقى محتفظ بشخصية الاب اكتر بقاش راجبة شوية انت حاس لما تكبر شوية هتبقى حابة بقى ان بابا يقسر حتة اللي هو محتفظ ديها بتاعت ان انا ابو وتحط ان هو صاحبك بجد وانت بترجي معك الموادات دي هو لسه صاحب بجد شوية بس هو لازم برضو ميسيبش شخصية الاب لان انت بتحتاجها في اوقات واش لازم على طول يبقى صاحبك يعني لازم يبقى فيها حتة الاب دي شوية لان هو ابو ابويا في الاخر بتحتاج دور الاب في الاخر بالزبط يعني يا شخصيتين مهمين احكي لي بقى ايه الموضوع اللي عمل لك مشكلة والله هو في الاول انا كنت شغال في مكان ففيه بنت جات تشتريت مني حاجات وكده كنت واقف في المكان ده فالمهم هي اعجبت بيه وانا عجبت بيه فبقيت رايحة جاي علي اكتر من مرة وتكرر الموضوع كمان مهمة قارتلي ان هي معجبة بيه وبعدين بدأنا ان احنا نتكلم كاوصدقاء عادي كان عندها كم سنة ايه عندها سبعة شهر سنة بس الاعمار اللي انت بتقولها دي انت صغيرة اوي وهي صغيرة اوي انا برضو كنت بقولك بس ما حبيت ان اعرض الموضوع دلوقتي خالص بس لما لقيت ان مفيش مانع وخلاص يعني حس ان فيه ناس بيجي لها بيتقدموا لها كتير والكلام ده كله فاهلها بيعرفوا انت بترفضي ليه وبعدين فيه اناس من قريبة تقدموا لها كتير فانت بترفضي ليه فراحة قايتلهم بس صراحة يعني اخر ما زينا قلنا لهم فوالله اماميتي حبيت ان ات تعرف علي وتعود معايا بس اهلهم يعني رفدوا قالوا ليه مشاين فانت تروح لوحدك وبعدين لسا السنك صغير هنروح نتكلم الناس نقولهم ايه فده بقى اللي كان جايب ليه عودة نفسي يعني تبليه تبليه اما هو اذا كان اهلها وفقوا انت وزاي مش موافقين ايوه بس انا هقولك حاجة برضو انت من ثلاث سنين كنت بتفكر زي دلوقتي لا مش وانت عندك 16 سنة انت كنت بتفكر زي دلوقتي لا طبعا بس يواء نفس القصة انت ضامن بقى اللي عندك 16 سنة دي كمان 3-4 سنين هتبقى نفس البنت اللي انت حبيبها والله بصيت انا قلت ازامي بقول الحددك انا بقى الثاني وهي اصدقاء الاول بعدك لما فينا دماغ بعض احنا بقى اعترفنا لبعض وبعدين احنا نتكلموا يعني عادت معها بتاع سنة متى فلما لقيت بقى اني لازم اروح واعرف اماميتي على الاقل اولدها لازم اعود اتكلم معاه فهمهم رافضوا انهم ايجوا معي لا مش هتروح هتروهم خلاص اروح انا اعود اتكلم معي راح اقول لك لا يبقى انت هتروح بقى يعني حصل بقى مشكل كتير اقوى في البيت وبقى وخناقات وكده فبدأت اللي انا بقى يعني حلوس انا همش غطفش مش هبقى موجود في البيت اصلا ده اي روحتي اعادت في اسكندرياة خمس ايام ومعارفوش عني حاجة اصلا غير بعد خمس ايام يعني وصلوا عن طريق حد من زماني فعرفوا يجبوني بعد ما رجعت البيت وانا دخلت ومفيش اي حاجة فلقيتهم بقى انهم برضو بيستغتروا بالموضوع في بقى ضحك وهزار يعني ازاي استفزاس كده فعادي عدت بقى الموضوع فبقيقيت لخوص موالدي بقى بدأت ان هي تسمعلي وبدأت ان هي تتكلم معي انا حاسس يعني انا شايف تعبيرات وشان ان هي برضو ايه يعني فيه ضحك وهزار شوية بس فمهم روحت قلت لها خوص يا ماما لو عايزة اتكلميها نكلمها فانا كلمتها كانت هي بقى اتخطر اللي متقدم لها ابني خالتها كان خطبا فده بقى اللي كان جايب لي عودة انا فساني ان اصلا حاولت ان انا مش كتير من البيت وحق ومشيت فعلا ده اللي كان حصل فكنت بتخانيه كتير او معاهم في البيت ويعني حس ان هما بيقفوكي عن عن من انت عايزها او انا بلغتي عايز حلم وبقى عايز اوصل له انت الحد اللحظة اللي احنا عادي بنتكلم فيها دي انت شايف ان انت لو كان هما قالوا اه كنت هتقدر ان انت تروح البيتها وتخطبها وتفتح بيت انت حاس ان انت قادرة بس المهم ان انا كنت افضل معا احكي بقى بدأت في قصة بتاعت الحب والرومانسية وكانت ده المنت عندك كم سنة يمكن 18 ده كان اول حاجة بجد بس هي كانت محافظة وانا ممحافظة دانية فطبعا كان دي مشكلة مع اهلي وبرضو اللي هو اهلك هم اللي مش هتجيبه محطة نهاية بعيدة ان؟ اه بعيدة عنك واكيد متعرفش بعض وانت لسه صغير وعادي هتقابل ده كتير وطبيعي كنت في الجامعة فحصل مشكلة كتير وبالتالي ابتدينا نهاية بعيد واحدة واحدة وما كملناش انت حسيت اهلك كان ممكن يتكلمه معاك بالعقل او يقتنع بوقت نظرك او يسيبوك حتى انت توصل لنتيجة ان البعد ده كويس وحش مؤثر في العلاقة او لا كنت محتاجهم يخلوا القرار يجي مني انا انا اللي اجرب انا اللي ادخلوا الموضوع وانا اللي اعرف عايز اعرف هم كانوا بيعبروا عن رفضهم ازاني في بعض الاهل يقولوا لا يعني لا هم هدين فيه اهل الموضوع يبقى فيه عقب وخناء وحوار هم كانوا انهي مدرسة مدرسة اللي هو بغدك الادى عقلك وانا عارف ان الموضوع مش هيكمل اه ودي اوحش حاجة ليه بقى لاني بتحس ان انت بالنسبة لهم صغير او بتعمل معك ان انت لسه طفل اللي خليك بقى ان انت عندك 17 سنة لحد دلوقتي فاكر الموضوع اكيد انه عمل اثر معك جيمة اكيد طبعا حبيت بقى بعدها ارتبطت دخلت في مواضيع او لا اه لا بحس ان الموضوع مش هيكمل بحس ان في حاجة غلطة ليه بقى عشان في حاجة انا يعني اعمل بها جدا كلام الاهل قادر يأثر فيك هيهدك يا ابنيك انت حسيت ان هم تفهوا شوية من المشاعر اللي كانت عندي فاللي هو بالتالي خلاص كل حاجة بعد كده حسيتها بقت عادية هياخدوا الموضوع برضو بتفاهة هياخدوا الموضوع مش بجد فبالتالي الموضوع بقى اش حاس انك برضو كله مش بجد مش عايزة تكلم بيعود يقولولي كلام ما يعجبنيش والموضوع يتتفل منه هاسمع نفس الكلام حتى لو خلاص انا سن كبر فبردو حاس انها هاسمع نفس الكلام بيت هيقلي طبيعة اي بيت مصري بابا وماما بيعود يقولولك يلا بقى عايزين نفرح بيك دلوقتي يعني الايات عكست مش بتحس بقى ان قتتيوتهم اتغير فانا ممكن بقى اخوش في علاقات تاني وعادي وحيبقوا مرحبين ليه فارد ان هما حيتفهوا من الموضوع عشان حاسس بتحكم انت مشكلتك الاساسية معاهم مش فكرة ان هما قالوا لا في التوقيت ده انت حاسس ان هما عايزين يبقى الموضوع عاجبهم هما بالزبط اشترك الان واحصل على 50% خاص مدى الحياة على اشتركات بريميم السنوية والشهرية استخدم الكود على watch.com اشتركوا في القناة